بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 3 part 4 double reinforced beams ما زالنا بنتكلم في الكاميرات اللي بيبقى فيها الساكاشن بتاعتي فيها تسليح في الكمبريشن سايد وفي تسليح في التنشن سايد في الحالة ديت بيبقى عندي modes of failures مختلفة نتكلم على حالتين الحالة الاولانية اللي هي الاندر وحالة الover reinforcement طيب في الحالة الاندر عندي two cases case one وcase two case one اللي هي الكمبريشن and tension steel yields يعني بيحصل ييلدنج في التنشن ستيل وفي الكمبريشن ستيل case two بيحصل only tension steel بيحصله فيه عملية yielding والكمبريشن ستيل ما وصلش لمرحلة اليلد الكلام ده في الاندر reinforced failure طيب في الحالة اللي بيبقى فيها الover reinforced failure عندي two cases case three وcase four case three only compression steel yields يعني بيحصل ييلدنج في الكمبريشن ستيل اللي strain فيه بيوصل لقيمة اليلد strain case four no yielding وبيحصل concrete crushing او الخرصانة بيحصل لها عملية crushing طيب نشوف الاناليسز في حالة الcase one case one بنفترض ان area steel yields يعني بيحصل yielding في الarea steel بمعنى الاسترس في الستيل بيوصل قيمة اليلد اللي هو f y ده السكشن اللي عندي بالستيل الموجود في التنشن والستيل الموجود في الكمبريشن ده توزيع الاسترس ده توزيع الاسترس طيب هنا كومبريشن فورس الموجودة في الكونكريت دي القيمة بتاعتهم وادي التنشن فورس يبقى الكمبريشن فورس اللي موجودة في الستيل بتساوي area steel dash f y minus 85 من مية في f c dash وتعلمنا ازاي الكلام ده بيتحسب في المحاضرات اللي فات طب لما نيجي نستخدم الايكوليبرام يعني ايكوليبرام يعني لازم التنشن يساوي total compression والكمبريشن هو جاي من الكونكريت وجاي من الاستيل في الحالة دي تقدر تحسب قيمة الايه اللي هي الديبس بتاع الكمبريشن زون الديبس بتاع الكمبريشن زون ومنها تقدر تحسب السي حيث الايه بتساوي بيتا وان وقبل كده قلنا البيتا وان دي بتعتمد على مقاومة الضغط بتاعت الخرصانة طب بعد كده بنعمل check assumptions يعني نشوف الاسترين اللي موجود في الكمبريشن ستيل والاسترين اللي موجود في التنشن ستيل باستخدام حساب المسلسات اللي موجود في الشكل اللي عندي ما زلنا في كيس وان بنعمل عملية confirmation يعني نشوف تأكيد للحل بتاعنا في الحالة دي تبنقول ان الاسترين اللي بيحصل فيه الاستيل الكمبريشن ستيل بيبقى اكبر من او يساوي الايبسلون واي طب ده بيتحسب ازاي اف واي على المدرس الفلسطيستي بتاع الاستيل اللي هو اي اس وفي الحالة دية الاستيل اللي هو في التنشن سايد بيبقى اكبر من او يساوي ايبسلون واي في النهاية بنقدر نحسب المومنت كبست بتاع القطاع اللي هو جاي من الكمبريشن فورس في الكونكريت والكمبريشن فورس اللي فيه الاستيل اللي موجود فيه الكومبريشن سايد كيستو بنقول ان الاريا ستيل داش هاز نوت ييلد يعني ما وصلش لمرحلة اليلد وفي الحالة ديت ده توزيع الاسترين وده توزيع الاسترس وفي الحالة ديت بنقول ان الكمبريشن فورس الموجودة في الكونكريت دي المقدر بتاعها وادي التنشن فورس الموجودة فيه الاستيل من تشابه المسلسات دوت نقدر نحسب الكمبريشن فورس اللي موجودة فيه الاستيل اللي هو سي اس داش اللي ستيل اللي موجود في الكمبريشن سايد وده الاسترين طبعا اللي موجود في الكمبريشن ستيل وده بنستخدم تشابه المسلسات من الرسمة المعتادة اللي احنا بنشتغل عليها دايما طيب من الايكوليبرام لازم التنشن يساوي التوتال كومبريشن والكمبريشن في الحالة ديت جاي من الكمكريت وجاي من الستيل لو انا حليت تقدر تحسب النيوترال اكسيز ما كانوا فين الديبس سي ايه هو السي اللي هو المسافة بتاعة النيوترال اكسيز بعد كده بتعمل التشيك على الاسمشن اللي انت حطه في بداية الحل بتاعك بتشوف السترين اللي موجود في الكمبريشن ستيل انه هو اقل من الابسلون واي لكن مازال السترين اللي موجود في الستيل في التنشن سايد اكبر من الابسلون واي تقدر تحسب الايه تقدر بعد كده تحسب المومنت كباستي بتاعة القطاع اللي هي جاي من الكمبريشن فورس في الكونكريت والكمبريشن فورس اللي موجودة في الستيل اللي في الكمبريشن سايد اشتركوا في القناة